اشتركوا في القناة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد وقفنا في اللقاء الماضي في اللقاء الثالث في اللقاء الماضي وهو اللقاء الثالث ولقاءنا اليوم هو اللقاء الرابع وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى قال واختلف العلماء من السلف وغير في إطلاق الإنسان قوله أنا مؤمن وهذه المسألة وهي مسألة تعليق الإيمان بالمشية مسألة تعليق الإيمان بالمشية يقول أنا مؤمن إن شاء الله فهل يجوذ الإطلاق ويقول أنا مؤمن أم لا بد وأن يقول أنا مؤمن إن شاء الله أي يعلق إيمانه بمشيئة الله سبحانه وتعالى و كما ذكر هنا المصنف رحمه الله تعالى قال فقال الطائفة لا يقول أنا مؤمن مقتصرا عليه بل يقول أنا مؤمن إن شاء الله وما ذهب أهل السنة والجماعة ما ذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أنهم أجازوا الأمرين أجازوا الإطلاق باعتبار وأجازوا التعليق على المشية باعتبار فقالوا يجوذ أن يقول أنا مؤمن باعتبار الحال الذي هو فيها باعتبار الحال التي هو فيها قال قال فمن أطلق نظر رأي الحال وأحكام الإيمان جاري عليه في الحال و يجوذ التعليق على المشية باعتبار باعتبار أن الإنسان لا يدري ما يختم له لا يدري ما يختم له فلذلك يقول أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار المستقبل و ما يستقبل لا يعلمه الإنسان ولا يعلم ما الذي يختم له فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء والله سبحانه وتعالى يثبت ويختم للمؤمن بخاتمة طيبة ولكن لا يعلم هذا الإنسان ما هذه الخاتمة الذي سيختم له وهل سيموت على الإيمان أم لا فلذلك قالوا يجوذ بهذا الاعتبار يجوذ بهذا الاعتبار أي أنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار أنه لا يعلم المستقبل ولا يعلم ما الذي سيؤول إليه الأمر في حياته فإن المؤمن لا تفتن عليه لا يؤمن من الفتنة فلذلك عندما يقول إن شاء الله ويعلق الإيمان بمشيئة الله سبحانه وتعالى فباعتبار هذا الأمر وهو أنه لا يعلم ما يؤول إليه أمره في حياته وكذلك عندما يقول إن شاء الله فالإيمان أو حقيقة الإيمان عند هؤلاء عند أهل السنة والجماعة قول واعتقاد وعمل قول واعتقاد وعمل فهو عندما يقول إن شاء الله باعتبار العمل لأن الإنسان لا يزكي نفسه في العمل ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يأتي بما أوجب الله عز وجل كاملة وينتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى فإن الإنسان ليس معصوما فيقع في المعاصي ويقع في الخطأ ويقع في التقصير ويقع في التقصير ولذلك باعتبار عندما يقول أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار العمل لا باعتبار الاعتقاد ولا باعتبار أنه يشك في إيمانه لا لا يقولون بهذا أبدا وإنما باعتبار العمل وهذا العمل قد يكمل وقد لا يكمل فقد ينقص هذا العمل قد ينقص هذا العمل وقد يقع الإنسان في التقصير في الواجبات يقصف الواجبات وفي الأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها وكذلك قد يقع في المنهيات وفيما حرم الله سبحانه وتعالى باعتبار بشريته وأنه ليس معصوما فبهذا الاعتبار يقول أنا مؤمن إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله وكذلك الإنسان عندما يقول أنا مؤمن ويطلق فكأنه يزكي نفسه فكأنه يزكي نفسه والله سبحانه وتعالى يقول ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فالإنسان عندما يعلق إيمانه بالمشيئة ويقول أنا مؤمن إن شاء الله عز وجل حتى لا يزكي نفسه والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى طبعا خالف في هذا ومن شاء الخلاف هو خلاف في حقيقة الإيمان فكما مر معنا أهل السنة والجماعة وسلف هذه الأمة يقولون أن الإيمان قول واعتقاد وعمل وهذه حقيقة الإيمان قول واعتقاد وعمل لكن خالف في ذلك المرجئة والجهمية الجهمية الذين يقولون بأن الإيمان هو معرفة القلب والمرجئ الذين يقولون هو الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان يعني تصديق بالقلب هؤلاء الذين يقولون لا يجوز أن يستثنى الإنسان بل يقولون يحرم الاستثناء لماذا؟ لأن الإيمان عندهم هو التصديق تصديق القلب فعندما يقول أنا أمو من إن شاء الله فكأنه يشك في إيمانه وإذا شك في إيمانه فإنه يقع في الكفر إذا شك الإنسان في إيمانه فإنه يقع في الكفر فهذا هو منشأ الخلاف خلاف في حقيقة الإيمان والسلف ومذهب إلى السنة والجماعة عندما يعلقون الإيمان على المشيئة باعتبار العمل لا باعتبار الاعتقاد وإنما هو باعتبار العمال قال المصنف رحمه الله تعالى وحكى هذا المذهب يعني الذي يقول أنا مؤمن مختصرا عليه لا يقول الذي يقول لا يقول أنا مؤمن مختصرا عليه بل يقول أنا مؤمن إن شاء الله قال وحكى هذا المذهب بعض أصحابنا يعني من الشافعية عن أكثر أصحابنا المتكلمين قال وذهب آخرون إلى جواز الإطلاق يعني يقول أنا مؤمن من غير من غير المشيئة وهذا قال به كما ذكرنا السلف بعض السلف وذهب آخرون إلى جواز الإطلاق وأنه لا يقول إن شاء الله قال وهذا هو المختار وقول أهل التحقيق عند الإمام النوي رحمه الله تعالى قال وذهب الأوزاعي وغيره إلى جواز الأمرين إلى جواز الأمرين فالأمران قال بهما السلف قال بالإطلاق باعتبار وبجواز التعليق على المشيئة باعتبار كذلك كما ذكرنا سابقا قال والكل صحيح باعتبارات مختلفة فمن أطلق قال فمن أطلق نظر الحال وأحكام الإيمان جارية عليه في الحال ومن قال إن شاء الله فقالوا فيه إما للتبرك وإما لاعتبار العاقبة وما قدر الله تعالى فلا يدري أيثبت على الإيمان أم يصرف عنه قال والقول بالتخيير يعني بالأمرين حسن الصحيح نظرا إلى ما أخذ القولين الأولين ورفعا لحقيقة الخلاف ثم ذكر مسألة أخرى وهي الكافر يعني هل الكافر كذلك هل الكافر كذلك قال كافر إن شاء الله كافر إن شاء الله أو يقول كافر هذا كافر اختلفوا كذلك في هذه المسألة كاختلاف في الإيمان فمن قال بأنه لا بد من التعليق فيقول كافر إن شاء الله لأنه لا يدري ما يختم له إن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراه فيسبق إلى الكتاب فيدخل الجنة فيدخلها فقد يكون كافرا ثم يدخل في الإسلام في آخر حياته فيختم له بخير فهو عندما يقول أنا كافر إن شاء الله باعتبار المستقبل لأنه لا يعلم المستقبل فهو كافر الآن وقد يختم الله سبحانه وتعالى بالإيمان وبالإسلام فيدخل في الإسلام ومن قال بجواز الإطلاق باعتبار الحالة هو فيها فالحالة هو فيها والحالة هو عليها هو كافر الحالة عليه هو كافر نعم ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى وهي آخر المسائل في هذا باب باب الإيمان قال وعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب طبعا مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بالمعصية حتى ولو كانت كبيرة من الكبائر أهل السنة والجماعة لا يكفرون بذنب ما دام أنه من أهل القبلة وأنه مسلم فإنه لا يكفر بوقوعه في المعصية أو بوقوعه في الكبيرة وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة وسلف هذه الأمة قال المصنف ولا يكفر أهل الأهواء والبدع وكذلك أهل أهواء والبدع الذين يعني بدعتهم غير مكفرة لا يكفرون قال وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره متى يكفر؟ يكفر إذا جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حينها يحكم بردته ويحكم بكفره وكذلك ليس إطلاقا بعد أن يبين له وتقام عليه الحجة الحجة حينها يعني إذا 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 لم يعد إلى رشده يكفر بعد البيان وبعد يقامة الحجة عليه قال إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعية ونحوه مما ممن قال إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام يعني إنسان قريب عهد بالإسلام ولم يعلم أن هذا الأمر الذي يحده هو معلوم من الدين بالضرورة فهذا يعذر ولكنه يعلم ويتعلم ويعلم بأن هذا الأمر لا يجوز يحوده وأنه من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة قال أو نشأ ببادية بعيدة أو كان في بادية بعيدة وليس هناك من يعلمهم وليس هناك من يتعلم منه فهذا يعذر يعذر لعدم تعلمه لأنه لم يجد من يتعلم منه ولم يجد من يعلمه أمور الدين فإذا جحد هذا الأمر وهو كان قريب عهد بإسلام أو كان ببادية بعيدة فإنه يعذر لكن يعرف يعرف ذلك ويبين له فإذا عرف ذلك وعلم وبين له ذلك فإن رجع عما هو عنه فالحمد لله وإلا حينها إذا أقيمت عليه الحجة وبين له حينها يحكم بكفره قال فإن استمر حكم بكفره بعد ماذا؟ بعد البيان بعد أن يبين له وبعد أن يعرف وبعد أن يعلم فإن استمر إذا استمر فإنه يحكم بكفره كذلك الإنسان عندما يقع في المعصية فرق بين إنسان يقع في المعصية وفي الكبيرة مثلا الزنا إثنان يزنيان نسأل الله سلامه أحدهما زنى وهو يعلم أن الزنا كبيرة من الكبائر ولكن الشيطان والهوى واتباع الهوى غلبه على ذلك فوقع في هذه الكبيرة من الكبائر فوقع في الزنا ووقع في فاحشة الزنا وهو يعلم أنها كبيرة من الكبائر لكنه وقع فهذا هذا وقع في الكبيرة ولا يكفر وهو يحكم بإسلامه ولكنه وقع في هذه الكبيرة ويلزمه التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار والإنابة رجل آخر زنى ولكنه يقول أن الزنا حلال أن الزنا حلال يعني يستحل الزنا يقع في الزنا استحلالا له فهذا يحكم بكفره هذا يحكم بكفره ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى قال قال بعد أن ذكر الذي نشأ ببادية وعلم وكذلك القريب عهد بالإسلام بعد أن يعرف ويعلم قال إذا استمر حكم بكفره قال وكذا يعني ويحكم بكفر من استحل الزنا أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من المحرمات التي يعلم تحرمها ضرورتان يعني وكذا حكم يعني وكذلك يحكم بكفر يحكم بكفر من استحل الزنا يعني وقع في الزنا وهو يرى أنه حلال أو الخمر يشرب الخمر وهو يرى أن شرب الخمر حلال إلى غير ذلك من المعاصي فمن استحل المحرمات من استحلها ويرى أنها حلال فيقع فيها ويرى أنها حلال هذا يحكم بكفره وأما فالفرق بين الاثنين كلاهما وقع في هذه الكبيرة لكن أحدهما يرى أن هذا الزنا كبيرة من الكبير ولكن غلبته شهوة فوقع فيها فيلزمه التوبة والرجوع إلى الله عز وجل والإينابة والآخر وقع في هذه الكبيرة وهو يستحل وهو يرى أنها حلال فهذا يحكم بكفره فهذا يحكم بكفره طبعا خالف في هذه المسألة مسألة أن أهل السنة والجماعة والمذهب الحق في هذه المسألة وهو أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب خالف في هذا الخوارج الخوارج خالف في هذه المسألة وقالوا بأن بأن الإنسان يكفر بوقوعه في المعصية ولو لم يستحلها بمجرد أن يقع في المعصية بمجرد أن يقع في المعصية فهو كافر نسأل الله سلامه ولذلك يكفرون بالكبائر يكفرون بالكبائر يكفرون بالكبائر فبمجرد أن يقع الإنسان في معصية أو في كبيرة من الكبائر فهو كافر عند الخوارج فهم يكفرونه ولذلك مذهب الخوارج يعني هو أول أول بدعة أول بدعة نشأت قبل بدعة القدرية كما ستات معنا إن شاء الله بعد قليل بدعة الخوارج نشأت في آخر عهد الخلفاء الراشدين الخوارج الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه والذين قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه هؤلاء هم الخوارج هؤلاء هم الذين يكفرون بالكبيرة وهؤلاء هم الذين خالفوا ما عليه أهل السنة والجماعة ولذلك عندهم كل من وقع في كبيرة كل من وقع في كبيرة فهو كافر نسأل الله سلاما لأن الإيمان عندهم لا يتجزأ الإيمان لا يتجزأ ولا يزيد ولا ينقص عندهم وإنما بمجرد أن يقع في المعصي أو في الكبيرة يسلب منه الإيمان ويكون كافرا الآن نبدأ في الحديث حديث الباب وهو أول حديث قال المصنف رحمه الله تعالى حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بوريدة عن يحيى بن يعمر حاء وحدثنا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذن العنبري قال وهذا حديثه قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بوريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهاني إلى آخر الحديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى كما ذكرنا سابقا في أول لقاء وذكرنا ممتاز به الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أنه سلك في كتابه الصحيح طريقة في الإتقان والاحتياط والتدقيق والتحقيق مع الاختصار البريغ والإجاز التام سلك هذا الطريق في صحيحه وهذه الميزة امتاز بها الإمام مسلم رحمه الله دون غيره ولا يعرف أحد شارك مسلما في هذه النفائس التي يذكرها سواء في السند أو في المتن وكتاب الإمام البخاري وإن كان أصح وأجل وأكثر فوائد في الأحكام والمعاني إلا أن كتاب مسلم يمتاز بزوائد من صنعة الإسناد فهنا الإمام مسلم رحمه الله تعالى كما أسلفت سلك في صحيحه طريقة في الإتخان والاحتياط والتدقيق والتحقيق مع الاختصار البريغي والإجاز التام ويظهر هذا الإجاز وهذا التحقيق وهذا التدقيق يظهر في الإسناد تارة وفي المتن تارة وفي الإسناد والمتن تارة أخرى وسننظر في هذا الإسناد الذي معنا وهو أول حديث في الصحيح وفي هذا الباب فهنا قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام مسلم قال حدثني أبو خيثمة حدثني أبو خيثمة هذا الطريق الأول وفي الطريق الثاني بعد أن قال حاء يعني حاء حرف حاء هو لتحويل السند وهذا سيأتي معنا للإختصار للتحويل من السند إلى آخر ثم جاء للطريق الثاني وقال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري إذن هنا الإمام مسلم رحمه الله تعالى له في هذا الحديث شيخان الشيخ الأول هو أبو خيثمة زهير بن حرب والشيخ الثاني هو عبيد الله بن معاذ العنبري فلاحظوا هنا في الطريق الأول قال الإمام مسلم حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب وفي الطريق الثاني قال حدثنا بصيغة الجمع قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري فهنا الإمام مسلم رحمه الله تعالى يفرق بين حدثني وبين حدثنا ففي الطريق الأول عندما قال حدثني أبو خيثمة فهو بمعنى أنه سمع الحديث منه وحده سمع الحديث من من شيخه وحده وليس معه غيره قال فقال حدثني فقال حدثني وأما في الطريق الثانية قال حدثنا أي سمعه مع غيره سمعه مع غيره فأتى بصيغة الجمع فأتى بصيغة الجمع إذن في الطريق الأولى قال من مسلم حدثني لماذا قال حدثني لأنه سمع هذا الحديث من شيخه أبي خيثمة ها زهير بن حرب بمفرده لوحده وليس معه أحد ولم يشاركه أحد في سماعه لهذا الحديث ولذلك سمعه من شيخه بمفرده لوحده ولم يسمعه معه غيره فقال حدثني ثم في الطريق الثاني عندما قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ وأتى بصيغة الجمع فإنه سمع هذا الحديث مع غيره سمعه مع غيره وكذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى يفرق بين أخبرني وأخبرنا فأخبرني أخبرني إذا قرأ الحديث على الشيخ بمفرده إذا قرأ الحديث على الشيخ والشيخ يسمع فيقول أخبرني وأما إذا قرأ على الشيخ ومعه غيره قرأ على الشيخ أو قرأ على الشيخ ومعه غيره فيقول أخبرنا فالإمام مسلم رحمه الله تعالى يفرق بين حدثني وحدثنا وأخبرني وأخبرنا وهذا إصلاح معروف عند أهل الفن وهو مستحب عندهم ولو تركه وأبدل حرفا من ذلك بآخر صح السماع ولكن ترك الأولى كما يقول هنا الإمام النووي رحمه الله تعالى وكذلك من لطائف الإسناد وفي هذا الحديث أنه قال في الطريق الأول حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر وفي الطريق الثانية أعاد الرواية عن كهمس عن ابن بريدة عن يحيى عن يحيى طيب هذا قد يقال فيه تطويل هذا يقال فيه تطويل ولا يليق بإتقان مسلم واختصاره أن يطيل في هذا ونحن قلنا أن الإمام مسلم رحمه الله سلك طريقا في الإتقان والاختصار في كتابه طيب هنا أطال الذي ينظر فإنه أطال عندما يقول في الحديث حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر ثم في الطريقة الثانية حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر فكان ينبغي أن يقف بالطريقة الأول على وكيع ويجتمع معاذ ووكيع في الرواية عن كهمس عن ابن بريدة يعني الطريقان يلتقيان عند من عند كهمس ففي الطريق الأولى قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس وفي الطريقة الثانية قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس فهم يلتقون أو الطريقان يلتقيان في كهمس فهذا فكان ينبغي أن يختصر ولا يأتي بالسند كله ولا يأتي بالسند كله فيقال هذا تطوير لا يليق بإتخان مسلم واختصاره فكان ينبغي أن يقف بالطريق الأول على وكيع لماذا؟ لأن وكيع في الطريق الأولى ومعاذ العنبري في الطريق الثانية يلتقيان في كهمس ويجتمع وكيع ومعاذ يجتمعون في الرواية عن كهمس عن ابن بريدة هذا اعتراض قالوا هذا فيه تطويل لا يليق بالإمام مسلم أن يذكر هذا التطويل وهو الإمام الذي امتاز بالاختصار والإتخان نقول هذا الاعتراض فاسد كما قال هنا الشارح هذا الاعتراض فاسد لا يصدر إلا من شديد الجهالة بهذا الفان لماذا؟ قال فإن مسلم رحمه الله يسلك الاختصار لكن بحيث لا يحصل خلل ولا يفوت به مقصود وهذا الموضع يحصل في الاختصار فيه خلل ويفوت به مقصود لماذا؟ قال وذلك لأن وكيعا قال عن كهمس ومعاذ قال حدثنا كهمس انظروا إلى تصرف الإمام مسلم رحمه الله تعالى الطريقة الأولى الطريقة الأولى روى وكيع عن كهمس بالعنعنة الطريقة الأولى روى وكي عن كهمس بالعنعنة والطريقة الثانية روى معاذ العنبري عن كهمس بصيغة التحديث وفرق بين الصيغتين فإن صيغة العنعنة عن فلان عن فلان هذه اختلف فيها أهل العلمي اختلف فيها العلماء وأما صيغة التحديث فهذه متفق عليها لم يختلفوا فيها متفق عليها فلذلك هو أتى بكل سئة بالسند كله من أجل هذا لأن في الطريق الأولى وكيع روى بالعنعنة وكيع روى عن كهمس بالعنعنة وفي الطريق الثانية معاذ العنبري روى عن كهمس بصيغة التحديث وفرق بين الصيغتين بين صيغة العنعنة وبين صيغة التحديث فإن العلماء اختلفوا في الاحتجاج بالمعنعن ولم يختلفوا في المتصل بحدثنا فأتى مسلم رحمه الله تعالى بالروايتين كما سمعتا ليعرف المتفق عليه من المختلف فيه فالمتفق عليه صيغة التحديث والمختلف فيه وصيغة العنعنة وكذلك يعني من أمانته ومن إتخانه ليكون راويا باللفظ الذي سمعه ولا يتصرف فيه اللفظ فكما سمعه يأتي به وليكون راويا باللفظ الذي سمعه قال ولهذا نظائر في مسلم ستراها مع التنبيه عليها إن شاء الله يعني في الحديث التي ستأتي فيما بعد إن شاء الله وسينبه عليها وقال هنا كذلك يعني هناك دقيقة من الدقائق ونكتة من النكت في هذا الإسناد وهي أن في رواية وهذا مقصود آخر وهذا مقصود آخر وهو أن في رواية وكيع قال عن عبد الله بن بريدة وفي رواية معاذ العنبري قال عن ابن بريدة انظروا في الطريق الأولى طريق وكيع عن كهمس قال عن عبد الله بن بريدة سمعه قال عن عبد الله بن بريدة أما في الطريق الثاني طريق معاذ العنبري قال حدثنا كهمس قال عن ابن بريدة لم يسمه وابن بريدة هل هو عبد الله أو هو أخوه سليمان عبد الله بن بريدة أو أخوه سليمان ابن بريدة فهو يعني لو قال في الطريق الثاني لو قال لو جمع الطريقين عند الراوي الذي اجتمعوا فيه ثم بعد ذلك قال عبد الله بريدة قال عبد الله بريدة لكان كاذبا على معاذ لأن معاذ لم يقل عن عبد الله بريدة وإنما قال عن ابن بريدة وإنما قال عن ابن بريدة فليس في روايته عبد الله بريدة ولو قال ابن بريدة فإنه كان كاذبا كذلك على وكيع على كهمس فإنه لم يقل ابن بريدة وإنما قال عن عبد الله ابن بريدة فانظروا إلى مقصود الإيمان المسلم رحمه الله تعالى من أجل ذلك هو ذكر السند كاملا ولم يختصر فيه رحمه الله تعالى كذلك قول في الرواية الأولى قال في الرواية الأولى عن يحيى ابن يعمر يعني الذي ينظر فلا يظهر لذكره فائدة لأن الإسنادين التقيا عند يحيى ابن يعمر يعني عن ابن بريدة عن يحيى ابن يعمر عن ابن بريدة عن يحيى ابن يعمر وقلنا أن رواية معاذ فيها ابن بريدة ورواية كهمس فيها عبد الله بن بريدة لكن هنا لماذا أعاد يحيى ابن يعمر مرتين في الطريقين قال هنا المصنف فلا يظهر لذكره أولا فائدة وعادة مسلم في مثل هذا أن لا يذكر يحيى ابن يعمر لأن الطريقين اجتمعا في ابن بريدة ولفظهما عنه بصيغة واحدة قال الشارح رحمه الله قال إلا أني رأيت في بعض النسخ في الطريق الأولى عن يحيى من غير أن ينسبه إلى أبيه في الطريق الأولى قال وكيعا وكيع عن كهمس عن يحيى من غير أن ينسبه إلى أبيه وأما في الطريق الثانية كهمس عن ابن بريدة عن يحيى ابن يعمر قال فلذلك هو أعاده مرة ثانية باسمه قال فإن صح هذا فهو مزيل فهو مزيل الإنكار الذي ذكرناه فإنه يكون فيه فائدة كما قررناه في ابن بريدة والله أعلم كذلك هنا في السند عندما ساق السند الأول والسند الثاني عندما ساق السند الأول والسند الثاني قال وهذا حديثه قال في السند الأول قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله ابن بريدة عن يحيى ابن يعمر قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه وهذا حديثه وهنا قوله وحدثنا عبيد الله بن معاذ وهذا حديثه هذه عادة لمسلم رحمه الله تعالى قد أكثر منها وقد استعملها غيره قليلا وهذا فيه تحقيق وورع واحتياط ومقصود أن الراويين اتفق في رواية الحديث اتفق في المعنى ولكنهما اختلف في بعض الألفاظ في بعض الألفاظ ولذلك قال وهذا حديث معاذ العنبري يعني الطريقان الطريقان اتفق الراويان الراويان اتفق الراويان اتفق على رواية الحديث بالمعنى واختلف في بعض الألفاظ في بعض الألفاظ الحديث فلذلك من ورع الإيمان المسلم وتحقيقه واحتياطه ومقصوده أن الراويين اتفق في المعنى واختلف في بعض الألفاظ فلذلك بين اللفظ لمن فذكر أن لفظ هذا الحديث الذي سيسوقه هو لفظ معاذ العنبري هو لفظ معاذ العنبري قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عفوا هذا لفظ عبيد الله ليس لفظ معاذ هو لفظ عبيد الله بن معاذ قال وهذا لفظه وهذا لفظه وهذا يدل على تحقيق وورع واحتياط الإمام مسلم رحمه الله تعالى فإن الراويين وإن اتفق على إخراج الحديث بالمعنى إلا أنهما اختلف في بعض ألفاظ الحديث فمن ورعه واحتياطه وتدقيقه أنه ذكر هذا اللفظ لمن فقال وهذا لفظ عبيد الله ابن معاذ العنبري رحمه الله الجميع ورحمه الله الإمام مسلم قال عن يحيى ابن يعمر قال كان أولا من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني عن ابن بريدة عن يحيى ابن يعمر قال كان أولا وهنا أولا منصوب لأنه خبر كان خبر كان مقدم لأنه كان إذا دخلت على الجيمل الاسمية يكون المبتدى اسمها وهو مرفوع والخبر خبرها وهو منصوب بعكس إن فإن إذا دخلت على الجملة الاسمية يكون المبتدى اسمها وهو منصوب والخبر خبرها وهو مرفوع فهنا قال كان أولا فأول هنا خبر كان أولا خبر كان منصوب وهو خبر مقدم كان أولا من قال في القدر بالبصرة معبد فمعبد هنا اسمها اسمها مؤخر معبد اسمها مؤخر كان أولا يعني كان معبد الجهاني أولا من قال بالقدر كان معبد وهو اسم كان أولا خبرها من قال بالقدر فهنا قال كان أولا فقدم خبر كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فكان أول من قال في القدر هنا في حدث مضاف أي كان أول من قال في نفي القدر حدث مضاف لأنه إذا قلنا كان أول من قال في نفي نفي اسم مجرور اسم مجرور وهو مضاف والقدر مضاف إليه فحذف المضاف وهو نفي فكان أول من قال في القدر أي أول من قال في نفي القدر والقدر فيه لغتان القدر فيه لغتان مشهورتان تقول القدر والقدر القدر والقدر وهما لغتان مشهورتان كان أول من قال في نفي القادر بالبصرة البصرة كذلك بالمثلثة ما يعني المثلثة؟ يعني باوها فيها ثلاث حركات الفتح والضم والكسر والمشهور الفتح تقول البصرة والبصرة والبصرة والمشهور الفتح البصرة كان أول من قال في القادر بالبصرة معبد الجهاني والجهاني نسبة إلى جهينة قبيرة من قضاعة الجهاني كما قال السمعاني في كتابه الأنساب قال الجهاني بضم الجيم نسبة إلى جهينة قبيلة من قضاعة كان أول من قال في القادر بالبصرة معبد الجهاني فهؤلاء قالوا في القادر يعني في نفي القادر يعني الذين نفوا القادر فأول من قال بهذه البدعة بدعة نفي القادر هو أول من قال بهذا هو معبد الجهاني ثم بعد ذلك تبعه من تبعه من المعتزلة وغيرهم من الفرق المبتدعة الذين قالوا بهذا الأمر طبعا هذا أول من قال في القادر ونشأت هذه الفرقة في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم هذه الفرقة القادرية نشأت في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم وأول ما من قال بهذا هو معبد الجهاني بالبصرة والبصرة مدينة من مدن العراق أول من قاله معبد الجهاني لكن سبقت فرقة الخوارج هذه البدعة بدعة القادرية فالخوارج نشأوا في آخر الخلفاء الراشدين ففرقة الخوارج قبل بدعة القادرية قبل فرقة القادرية فالقادرية في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم وأما الخوارج فكانت نشأتهم في آخر عهد الخلفاء الراشدين ولذلك من الذي قتل عثمان رضي الله عنه ومن الذي قتل علي بن أبي طايم رضي الله عنه إلا إلا الخوارج فهنا قال أول كان أول من قال في القادر بالبصرة معبد الجهاني وأول من قال بالقدر يعني نفه القدر وهؤلاء القدرية هؤلاء القدرية هم الذين نفهوا القدر بمعنى قالوا بأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم فهم نفهوا علم الله سبحانه وتعالى وأنه لا يعلم الأفعال إلا بعد وقوعها أنه لا يعلم بالأفعال إلا بعد أن تقع وأن الأمر أنف يعني مستأنف أن الأمر أنف يعني مستأنف لا يعلم به الله سبحانه وتعالى إلا بعد أن تقع هذه الأفعال بعد ذلك يعلموها هذا مع القدرية هم الذين ينفون القدر ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى علمه أزلي يعلم ما كان وما يكون وما سيكون فعلمه سبحانه وتعالى أزلي هؤلاء نفوا هذا القدر نفوا أن الله سبحانه وتعالى يعلم بأفعال العباد فالله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض كتب كل ما سيفعله الخلايق وما سيعمله الخلايق فعلم الله سبحانه وتعالى علم أزلي وأما هؤلاء القدرية فإنهم نفوا القدر وقالوا بأن الله سبحانه وتعالى لم يقدر ولم يتقدم علمه سبحانه وتعالى بهذه الأفعال وأنها مستأنفة العلم يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا بعد أن تقى يعلمها سبحانه وتعالى بعد وقوعها وكذبوا على الله سبحانه وتعالى كذبوا على الله سبحانه وتعالى وجل عن أقوالهم الباطل علوا كبيرا وسميت هذه الفرقة قدرية لإنكارهم القدر وكما ذكر شيخ الإسلام وغيره أن هذه الفرقة أن هذه الفرقة القائلة بنفي القدر وبهذا القول الشنيع الباطل الذي يقول أن الله لا يعلم عن الأعمال إلا بعد أن تقع وأنها أنف يعني مستأنفة لا يعلمها إلا بعد وقوعها قال هذه الفرقة وهؤلاء القائلون بهذه الفرية وبهذا القول الشنيع الباطل قد انقرضوا ولم يبقى أحد من أهل قبلة عليه قال وصارت القدرية في الأزماء المتأخرة تعتقد إثبات القدر لكن يقولون الخير من الله والشر من غيره تعالى الله عن قول علوا كبيرا والمعروف أن الإمام بالقدر تؤمن بالقدر خيره وشره تؤمن بالقدر خيره وشره فهؤلاء المتأخرون فرقوا بين الخير وبين الشر فنسبوا الخير إلى الله والشر إلى غيره فقالوا الخير من الله والشر من غيره قالوا الخير من الله والشر من غيره تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا والمعلوم أن الخير والشر من الله عز وجل فنؤمن بالقدر خيره وشره ولذلك هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاث أقوال اختلفت فيها الفرق على ثلاث أقوال طرفان ووسط الطرف الأول وهم القدرية الذين نفوا القدر وقالوا بأن الله عز وجل لا يعلم المقادير ولم يتقدم علمه سبحانه وتعالى بها وأنها مستانفة العلم أي إنما يعلمها الله سبحانه وتعالى بعد وقوعها هذا الطرف الأول يقابله في الطرف الثاني وهم القدرية يقابله في الطرف الثاني مذهب الجبرية مذهب الجبرية وهؤلاء ماذا يقولون يقولون بأن الإنسان مجبور على عمله وليس مخير أن الإنسان مجبور فهو كالريشة في مهب الريح يحركها الريح هنا وهنا فليس له إرادة وليس له خيار ولا اختيار وإنما هو مجبور على عمله وإنما هو مجبور على عمله فإذن عندنا طرفان القدرية الذي نفه القدر ونفه علم الله سبحانه وتعالى ويقابلهم الجبرية تقابلهم الجبرية الذين قالوا بأن الإنسان مجبور على عمله وليس عنده إرادة وليس عنده اختيار وإنما هو كالريح في مهب كالورقة في مهب الريح يحركها كيف شاء يمنة ويصرف فهم ليس عندهم خيار وليس عندهم إرادة يعني وأما الوسط الوسط فهو مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب أهل السنة والجماعة هو وسط بين هاتين الفرقتين فهم يثبتون لله سبحانه وتعالى القدر يثبتون لله سبحانه وتعالى القدر وأن الإنسان لا يؤمن إلا إذا آمن بقضاء الله وقدره بالقدر خيره وشره ولذلك ساق ابن عمر رضي الله عنهما حديث أبيه هنا في هذا الباب من أجل هذه المسألة من أجل قوله في الحديث وتؤمن بالقدر خيره وشره من أجل هذه اللفظة في الحديث ساق الحديث كله وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة وهو أنهم يؤمنون بالقدر خيره وشره وأن الله سبحانه وتعالى يعلم أفعال العباد ويعلم ما كان وما يكون وما سيكون وأن علمه سبحانه وتعالى علم أزلي وأن الله سبحانه وتعالى قد كتب في اللوح المحفوظ كل ما سيحصل لهذا الإنسان من خير أو شر ولعلنا إن شاء الله عز وجل عندما ناتي لشرح الحديث عند قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره سنتكلم إن شاء الله عز وجل عن القدر وعن مراتب القدر في ذلك الموضع إن شاء الله عز وجل قال هنا قال كان أول من قال في القدر بالبصرة مع بدن الجهني قال فانطلقت أنا فانطلقت هنا الضمير الضمير المتصل وهو الفاعل التاء التاء فانطلقت يعود على يحيى ابن يعمر يعود على يحيى ابن يعمر ويحيى ابن يعمر هو أبو سليمان ويقال أبو سعيد ويقال أبو عدي البصري ثم المروز قاضيها من بني عوف بن بكر ابن أسد وهو فقيه أديب نحوي مبرز أخذ النحو عن أبي الأسود يقول هنا يقول يحيى ابن يعمر يقول انطلقت أنا وأنا هنا للتأكيد الفاعل انطلقت الضمير المتصل هو الفاعل وأنا للتأكيد يعني فانطلقت أنا وحميد حميد معطوف على أنا أنا وحميد من أجل العطف أتى بأنا من أجل العطف عليها قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحمياري حاجدين أو معتمرين هنا حاجدين أو معتمرين هنا أو إما للشك أو تاتي أو بمعنى بمعنى العطف الواو حاجدين ومعتمرين يعني كانوا قاررين والقارن يجمع بين الحج والعمرة يجمع بين الحج والعمرة قال حاجين أو معتمرين قال فقلنا فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء لو لقينا أحدا لو هنا إما أن تكون للتمني وإما أن تكون شرطية فهو يقول نتمنى لقاء أحد من الصحابة فنسأله عما يقول هؤلاء في القدر يعني في نفيه القدر أو تكون لو شرطية شرطية لو لقينا أحدا من أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله 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 عما يقول هؤلاء في نفيه القدر قال فوفق لنا فوفق لنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما فوفق لنا وفق هنا بضم الواو وكسر الفاء المشددة فوفق لنا وورد في رواية عند أبي يعلى الموصل في مسنده بزياد ألف فوفق لنا أي من الموافقة وهي المصادفة فوفق لنا إذن هنا الرواية التي عندنا فوفق لنا بضم الواو وكسر الفاء المشددة معناه دعي وفقا لنا وهو من الموافقة التي هي كالاتحام قال وهي لفظة تدل على صدق الاجتماع والالتئام قال فوفق لنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب داخلا المسجد داخلا المسجد داخلا هنا منصوب على الحال يعني الحال أنه كان داخلا المسجد والمراد بالمسجد هنا المسجد الحرام المسجد هنا المسجد الحرام قال فاكتنفته أنا وصاحبي فاكتنفته يعني صرنا في ناحيته أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله ولذلك قوله أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله هذه مفسرة لقوله فاكتنفته فهي مفسرة ومبينة لقوله صرنا في ناحيته ففسرها بقوله أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله قال فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي معناه يعني أن صاحبي سيسكت ويفوضني ويقدمني في الكلام ولذلك قد تكون لجرأته ولبلغته ولبسطة كلامه ولبسطة لسانه فلهذه الأمور لأنه ورد في بعض الروايات لأني كنت أبسط لسانا قال فظننت أنه سيكل الكلام إلي ونقف عند هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وضارح على سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة